وفي شأن المحلي تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم ورأس الخيمة في قصر الضيت بطاقة الهوية التي تحمل اسم سموه ضمن فعالية أكبر هوية وطنية في إطالة مشروع خليفة بلغات العالم المشروع الوطني الذي أطلقه مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام وتم تسجيلها في موسوعة جنس للأرقام القياسية ورحب صاحب السمو حاكم ورأس الخيمة خلال اللقاء بهذا المشروع الوطني الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مؤكدا أن أبناء الإمارات يعتزون بانتمائهم وولائهم للوطن وقيادته ويحترمون ويقدرون الآخرين وجهودهم